كريم الشمر يحافظ على بشرتك ناعمة صحية خالية من التجاعيد ومن الخطوط الدقيقة وعلامات التقدم في السن وذلك لاحتواء الشمر على نسبة كبيرة من مضادات الأكسادة كما أنه يعمل على توحيد لون البشرة طبيعي والقضاء على البقع الداكنة فيها يتميز باحتوائه على خصائص مرتبة للبشرة تساهم في علاج جفافها مرحبا بالجميع وأهلا بكم في قناة وصفات فيفي للخلطات والوصفات الطبيعية المجربة والفعالة اليوم جئتكم بخلطة قوية لإزالة التجاعيد وشد ترهلات الوجه ورفع الخدود المترهلة النتيجة تظهر في أول أسبوع من الاستعمال أفضل من البوتوكس بمائة مرة قبل المرور لتحضير وصفة اليوم المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد من فيديوهاتي كما ترون عزيزاتي لدينا هنا حبوب الشمر هذا هو شكلها نأخذ كوب مناسب ونضع ملعقة ممتلئة من حبوب الشمر بهذا الشكل نضيف إليه قوب ماء مغلي نحرك جيدا ثم نغطي الكوب بغطاء ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نزيل الغطاء ونقوم بالتقليد مرة أخرى بعد مرور ربع ساعة نأتي بإناء نقوم بالتقليد ماء ثم نصفي الماء بهذه الطريقة كما ترون نقوم بالتقليد نقوم بالتقليد نقوم بالتقليد هذا هو لون الشمر المائل إلى الأصفر ثم نضع الإناء على نار هادئة ونضيف المكون الثاني وهو نشاء الذرة أو نشاء الأرز سأضع هنا ملعقة صغيرة من نشاء الذرة أضع ملعقة صغيرة وأحرك المكونات جيدا للحصول على قوام سائل على نار هادئة إلى أن نحصل على كريم ويجب مراعاة التقليد حتى لا يتكتل النشاء مع طول فترة التسخين ونقلب جيدا إلى أن يصل إلى درجة الغليان كما ترون بهذا الشكل هكذا على نار هادئة هذا شكل الكريم سنتركه جانبا إلى أن يبرد تماما نضعه في إناء مناسب بهذا الشكل هكذا ثم سنضيف إلى هذا الكريم ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من زيت السمسم ممكن استبدال زيت السمسم بزيت الزيتون زيت أرجان أو زيت جوجوبة أو زيت اللوز الحلو فكل هذه زيوت مفيدة جدا لشدة تراهلات الوجه وإزالة التجاعيد إذن سأضع ملعقة من زيت السمسم الطبيعي ثم أستمر في التقليب إلى أن تمتزج العناصر جيدا بهذا الشكل نأخذ علبة من زجاج ونضع فيها الكريم كريم الشمر بهذه الطريقة هكذا هكذا هذا هو الشكل النهائي لكريم الشمر فمن فوائد هذا الكريم عزيزاتي كريم الشمر يحافظ على بشرتك ناعمة صحية خالية من التجاعيد ومن الخطوط الدقيقة وعلامات التقدم في السن وذلك لإحتواء الشمر على نسبة كبيرة من مضادات الأكسادة كما أنه يعمل على توحيد لون البشرة طبيعي والقضاء على البقع الداكنة فيها يتميز بإحتوائه على خصائص مرتبة للبشرة تساهم في علاج جفافها وقبل المرور إلى طريقة استعمال هذا الكريم نأخذ مغلي الشمر ونتركه إلى أن يبرد تماما ثم نقوم بوضع قطنة بهذا الشكل ونقوم بمسح بشرة الواجه والرقبة بهذه الطريقة ثم نقوم بتحضير القطع نقوم بمسح بشرة الواجهة ثم ننفع تقع الدعم طريقة وضع القليل طبقي هذا الكريم على بشة الوجه مرة صباحاً بهذه الطريقة مع تدليك خفيف ومرة بالمساء ويطبق من أسفل لأعلى كما ترون في الفيديو أعلى يمكنك أيضاً وضعه حول العين لشد التجعيد بها والخطوط الرفيعة بهذه الطريقة من الأسفل إلى الأعلى ثم نترك هذا الكريم لمدة ربع ساعة إلى عشرين دقيقة فقط ثم يزال بالماء وغسول لطيف على البشرة ومناسب لنوع بشرتك وبعدها تقوم بترطيب البشرة بزيت الشمر أو زيت الأرجان أو أي كريم مرتب مناسب لبشرتك للحصول على أفضل النتائج يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في التلاجة لمدة أسبوع كامل إلى هنا عزيزاتي وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى دعمكم للقناة بمشاركة الفيديو مع صديقاتكم وشكراً لكم على المتابعة وإلى لقاء جديد